المباراة الثانية أخطر من المباراة الأولى المباراة الأولى أنت كسبان واحد وتلعب المباراة الثانية على ملعبك وبرضو بينجا مهيرك لكن ممكن تخسر ممكن تخسر واحد وتوصل ضربة الجزاء ممكن تخسر اثنين واحد وتخرج من التأهل فعشان كده كنا عاملين طريقة اللي من خلالها نقفل إذا كان فيه صغرات عندنا نقفل كل الصغرات وبالتالي المجهود اللي بوزل في الثلاث ماتشات من أول مباراة بركان بجانب الصفر بالباص بجانب الصفر بالطيرات رايح جاي والباص رايح عشر ساعات وإحنا جايين من بركان كل الحاجات دي اللعبة مجهدة إحنا الفترة اللي فاتت بعد ما رجعنا بنعمل حالة استشفاء فقط حالة استشفاء فقط للعبين سواء مساج سواء حمام السباحة شوية عشان العضلات كل الكلام ده فهم عملوا أتبروا ثلاث مباراة بالنسبة لنا مباراة قوية جدا جدا بالنسبة لنا مباراة فيها مجهود جامد جدا وخاصة بداية الدور العام بفترة راح أستاذ حسن راح تكون راح مفيدة نوعا ما نعم ثلاث يام وإحنا كمان واخدين ثلاث يام حتى هناك أنباء في أنك ذهب لمصر ولكن تأتي إلى الدفاع الحسن الجديد وهو حامل لقب كأس العرش مع مدرب جزائر بالحكم الشيخة أنت مدرب ألقاب وعليك مسؤولية ربما كبيرة جدا فبالتالي كيف تقيم البداية بداية الفريق سواء المستوى البطولة وحتى كأس العرش بداية قوية جدا وخاصة أنك بتلعم مباراة في الدوري ومباراة في الكاس برة جديدة وبعدين في المسافات تعتبر بعيدة يعني أنا رحت وجدة وبعدين رحنا بركان بالباص لعبنا المباراة ورجعنا على وجدة وبعدين من وجدة بالطيارة للضرب بيضة طيارة عشان نروح أغادير يعني برضو السبع تيام أو الثمان تيام اللي فاتوا فيهم الثلاث مباريات فيهم حالة إجهاد بعيدة عن اللعب بجانب اللعب كمان والمجهود اللي بزر في الثلاث مرشات كترخير اللعبين اللي أنا قدر أقوله يعني بالنسبة لمقابلة اللي جرينا اليوم فيها كانت مقابلة صعبة بحكم أننا سجلنا هدف خارج الميدان أننا سجلنا ربحنا بواحد الزيرو فكنا خوفانين أن اللعب يدخلوا كما نقوله شوية مرخين الحمد لله كانتوا حال العزيمة كانتوا حال إيرادة وحققنا المبتغة والذي إحنا هو ما حامل الكأس قسنا نقوم بشين فاضل مصر إن شاء الله السبب الرحمن الرحيم الحمد لله يعني على نتيجة ديالتأهول يعني نتيجة ما كان سهلة خاصة يعني تنعفو بأن فارق الحسن يسا قادر يعني أن نجل للولاي خدوعة الخسر اللي هي موديل تنظل بأن كان المباراة يعني إحنا ما بغناش يعني نفكره مبارا ديالدها فمفكرنا مقابلة لأيياب حاولنا نفرض للأسلام والحمد لله يعني تمكننا من نتيجة ديالتأهول لأهلاتنا الضور الموالي كنبغي نشكر من هذا المباراة جميع اللاعبين لقدموا مباراة جيدة يعني كان علينا وحد ضغط من الجمهور ديالنا باش نتزكيوا بأننا بحكم فارق الحسن يذي جديد وحامل لعقاب موسي والماضي يعني وخا ما كانش الأداء يعني كي هامل النتيجة حيش كتعرف كيف كيف كس العرش يعني كي هامل نتيجة كشر من الأداء يعني كانت مننا حد موفق للفارق الحسن يذي جديد وكانت مننا حد أوفر لفارق الليلة المقابلة المباراة إن شاء الله أولا بعدها كانت أسفو بعدها النتائج السلبية ولكن نتائج السلبية رأى عندها معطاية ديالها نحن في إطار تكوين واحد الفارق تكوين ديال الفارق يعني النسبة ديال 70% تغيير ديال اللاعبين 70% مش سهل أنك باش توجد واحد الفارق في واحد الفطراء وجيزة عدنا عمنا يعني بزاف ديال المنتذبات ديال الفارق على حسب يعني كما كان قولوا على حسب الميزانية ديال الفارق يعني ما يمكنكش أنك تجيب لاعبين ليهما في واحد المستوى ولا فيما كيتطلب بسميته وممكن حاولنا أننا نستغلوا يعني نجيبوا لاعبين لغباش الخاصة أصديرنا المهم اللي هو في الفارق وكين نشوف بان اللي هما في إطار تكوين وحنا رأى نفس داد تكوين هذا الفارق هذا يعني من هنا الواحد الشهر آخر ان شاء الله فلابد هذا الفارق هينساجم لأخصنا عامل خصنا عامل فالنتائج السلبية فهي سلبية بالنسبة للفارق وانا كنا هي إيجابية بالنسبة للمدرب اللي كيعرف فيها بزاف ديال الحواج اللي هما الخصائص دياله اشتركوا في القناة